السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 22 تشرين الثاني أكتوبر طبعا اليوم في عنا كثير من الأحداث فعشان هيك اليوم بدها تركيز لأنه أول إشي عنا القمر بده ينتقل من الجدي للدلو عنا خلوم مسار بسيط قليل مدته يعني مش مدة طويلة وبرضو عنا اليوم انتقال عطارد يعني مجموعة أحداث وأيضا في زوايا بالنسبة للقمر الآن موجود هو في برج الجدي في ساعات الصباح بده ينتقل لبرج الدلو الساعة 6 و 5 دقائق صباحا من صباح اليوم الأحد وبعدين بده يظل القمر موجود في برج الدلو لغاية الساعة 8 و 32 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء 24 لينتقل القمر بعدها لبرج الحوت القمر اليوم موجود في منزلة سعد السعود أو الآن وهي منزلة لتوطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8 و 39 دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد وبعدين بده ينتقل لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد أيضا بما أن القمر موجود في برج الجدي لغاية ساعات الصباح فمنظل أكثر عقلانية منحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل شيء بيقرقنا مندرك أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة بعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأننا ما نعتمد على الحظ يمكننا البدء بعمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بأمور التأمين أو شركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة 2 و 32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا بنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية راح تكون الساعة 3 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما يرعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية ذكرناها يوم 16 عشرة وحكينا أن تأثراتها من يوم 16 عشرة ليوم 27 عشرة ذروتها يوم 22 عشرة في تمام الساعة 4 و 32 دقيقة صباحا متعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما تسهل طريقة التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم بتسهل إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمروني في التعامل كما أنها بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك والقدرات الفنية والديكور والتجميل والأمور الأخرى ابتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة في تحقيق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لأمور إلها علاقة بالخطبة أو الزواج أما دوليا فهي بتدل على أرباح وموارد مالية مهمة بتحققها المؤسسات المالية والبنوك في البلاد أو بلد ما واستثمار الأموال وغالبا بتكون يعني على شكل مشاريع ترفيهية سياحية وهي فترة مناسبة لعقد معاهدات السلام وتوقيع الاتفاقيات التجارية خصوصا مع الدول الأجنبية بدل كذلك على حسن أوضاع القضاء ورجال الدين والمشتغلين بالسلطات التشريعية والقضائية والميدان الفني وعلى الساحة الفنية هاي فترة مناسبة لطرح الانتاجات الجديدة للسوق وغالبا بتكون انتاجات ذات دوق ومستوى رفيع وبتلقى استحسان الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة صباحا بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذا مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين وبرضو بتعمل على زيادة احتمال أو تعرضنا لبعض الحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار القصير اللي رح يبدأ الساعة ستة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة ستة وخمس دقائق يعني مدة خلو المسار خمس دقائق لا ينتقل القمر ويستقر في برج الدلو زي ما حكينا فترة خلو المسار هي فترة سلبية لا تصلح لشيء طبعا الساعة ستة وخمس دقائق القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الدلو عشان هيك طيلت اليوم من بعد ساعات الصباح من الشعور بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها بعض الأشخاص هيك بيرغبوا للانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة لها حياتهم بميل الأشخاص من حولها لا التصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة وتغيير ما ظهرنا مثل قصة الشعر أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعمة جديدة أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد الانتقال وهو انتقال عطارد اللي رح ينتقل لبرج العقرة بالساعة 6.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فياريت تسمعوها لأنه فيها كثير من النصائح المنيحة انتقال العطارد رح يكون الساعة 6.48 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 6.24 دقيقة صباحا من صباح يوم 10-11 أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل هذه الزاوية رح تكون بدأت تأثيراتها يوم 19-10 ومستمرة ليوم 25-10 ذروتها يوم 22-10 في تمام الساعة 4-11 دقيقة بعد العصر بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية ابنتصرف بحكمة ومن ثابر في أعمالنا أو مشاريعنا هذا الوقت المناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية بتدل على تركيز الصحافة ووسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزع المحافظة للبلاد كما بتركز على مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية ذروتها ساعة 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول نخلد للراحة هذا التحويل مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ما لغاية ساعات الصباح عندنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمنات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بالاهتمام بهاي الأعضاء اللي ذكرناها بشكل خاص وأيضا بالنسبة للعمليات الجراحية فما في أي مشاكل للعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش نبدأ فيه في فترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو فخلو المسار القادم بيبدأ فيه تمام الساعة 7 و3 دقائق مساء يوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 38 و32 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمره 8 أيام في تمام الساعة 11 و9 دقائق ظهرا بصير 9 أيام نسبة الإضاءة 59% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 15% الآن في ساعات العصر سعيدة بنسبة 45% القمر في الجدي بدو ينتقل للدلو زي ما ذكرنا ورح يظل يوم 24 عشرة في الدلو سعيدة الآن بنسبة 30% في ساعات الفجر سعيد بنسبة 10% ساعات الصباح منتحس بنسبة 40% ساعات الظهر منتحس بنسبة 60% ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح يظل في العقرب ليوم 10-11 سعيد بنسبة 10% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتظل هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء بدون انفعال وبدون عصبية وبدون مخالفة قوانين هاي أهم النقاط أما من ساعات الصباح ابتلتقوا الأصدقاء وحاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبكثر عندك خلال هذا اليوم الاتصالات والموعيد والنشاط وتعزيز العلاقات الاجتماعية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة موجود وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم لغاية ساعات الصباح وممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد فعشان هيك التزم بمسئولياتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل التركيز على الأمور المالية المشتركة ويظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من المفقات المتصاعدة وسارعوا لتهدية الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف من بعض الأشخاص أو ممكن تفكر في موضوع قرض أو يعني مطالبة بالحقوق أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وبكون في نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب للسفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة وتحرك على مختلف الأصعد لأنه على جميع الاتجاهات في إيجابيات وخصوصا أيضا على المستوى العاطفي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الأجواء ضاغطة شوي لأن القمر ما زال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح ولكن بظل الأجواء مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو مصالحات أو التقارب ما بينك وبين الشراكاء ولكن بظل في نوع من أنواع الضغط وطاقتكم ضعيفة والعصبية موجودة فأصبروا لغاية ساعات الصباح وبعديها بصير التركيز على ضبط ميزانيتكم وإدخال تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطكم بيطمعين بالكم وبتفرحوا للتطور مسألة ما وفترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات وأيضا لبعض الحلول والانتعاش المالية بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة بدك تنتبه كثير اليوم لغذائك وراحتك وصحتك بشكل جيد وبدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد وهنا بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام وما توجهوا ملاحظات لأن خصمكم قوي وما بيرحم فترة معني هيك فيها نوع من أنواع الارتباط المهم فحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم وبتنفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط وأهم شيء أنه ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة من الآن ولغاية ساعات الصباح واستغلها في تصحيح الأخطاء أما من ساعات الصباح وما بعد وانا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم مش أنه ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسد اللي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر ببعض التوتر لا تراكم الأعمال عندك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان يبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو تظهر مشكلة شخصية أمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة فبدك تراعي وضعك الصحي لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقومه بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية خلال هذا اليوم وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد الأيام اللي كانت صعبة جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبتظل فترة مناسبة لاجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريب في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء بتظل لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهمش أن تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها بتثير اضطرابك وامتعاضك وما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات خلال هذا اليوم وخصوصا الالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بالظل الأجواء فيها فرصة لمكسب مالي هاي الفرصة بتيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات خلال ساعة النهار أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتتركز الأمور بشكل أكبر وبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبزيد أكثر لغاية ساعات الصباح كمان وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية وبظل في نوع من أنواع الأخبار السارة أو الإنفراج اللي ممكن يجيك بأي لحظة الأجواء جيدة وداعمة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد وأنا بتعيد تنظيم ميزانيتكم لا تغمروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرار حاسم أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برضو الفترة هاي فيها بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو نوع من أنواع الدعم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بظل لغاية ساعات الصباح الجو مش مناسب لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتظل الفترة هاي بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أي أمر من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبي لا تضاهى خلال هذا النهار للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية لانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو في خبر صار خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق وبرضو منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو حفلة أو دعوة لشيء معين من الآن ولغاية ساعات الصباح بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما أما من ساعات الصباح فهو أنا بتكون ديروا بالكم لأنه هنا القمر رح يوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أو الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تقيب أمالك أو تتأخر أعمالك فعشان هيك حاول أنك تنجز كل شيء من الآن ولغاية ساعات الصباح أبل ما يوصل القمر لبيت متاعبك ويبدأ خلو المسار هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر